مرحبا بكم مشاهدين الكرام في مواعد نشرتكم الجوزة الرئيسية لتطلع عليكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي إذن نبدأ ورقتنا الجوزة مشاهدين الكرام بالوضعية الجوزة تبقى بعض الاضطرابات الجوزة في المواعد أمطار خير كانت في المواعد أمطار غزيرة رحقت حتى 40 ميلي متر محليا غضوة إن شاء الله رح تستمر الأمطار وتبقى في المواعد رح من 20 حتى 30 ميلي متر محليا لأكثر تفاصيل إذن نشوف الورقة الجوية تعنا لنهر الغد إن شاء الله سحب كثيفة الأجواء مرهيش حتكون صافية 100% على أغلبية سواحل الوسطى بأخذية ولاية الهضاء بالعليا تستمر الأمطار إذن مرهيش حتكون غزيرة كما شهدناها ليلة أمس إذن تلحق حتى 5 ميلي متر محليا 10 ميلي متر على تمناس درجة الحرارة إن شاء الله مشاهدين الكرام مع الفجر تبقى سخانة في المواعد على العموم على أغلبية سواحل الوسطى الشرقية الغربية نسجل 22 درجة مئوية على الجزائر بومردس تيبازا زيرالدا 24 درجة مئوية إذن نسجلها على عمنا باتارف سكيكدا القالة كذلك 19 درجة على سطيف أم البواقي 19 درجة على البويرة على عين الدفلة على البليدة 20 درجة مئوية نسجلوها على شلف سعيدة غليزان نفس المقياس حتى الخطرابط مع البيض مشرية ونعامة 29 درجة مئوية إذن نسجلوها على منطقة الصورة 32 درجة مئوية على تين دوف بنعباس تاب البلا إذن الوضعية المرتقبة إن شاء الله بعد ظاهرة نهار الغد إن شاء الله كما سبق وذكرنا استرابات جوية نشيطة أمطار من 20 حتى 30 مم محليا على قسنطينة على أم البواقي عند دفلة على شلف سعيدة على سطيف على الجلف حتى الاخترابط مع البيض مشرية ونعامة أجواء غائمة مع بعض الضباب الخفيف بعد الظاهرة على منطقة الصورة على ورقلة توغورد حسيم سعود حسيم بركين إذن كذلك زواب عالمية ستكون نوعا ما نشطة بوسط الصحراء وغردا يلز الفنا بريان هنا عليكم بالتوخي الحدى والحذر أكيد درجة حرارة إن شاء الله مشاهدين الكرام بعد الظاهرة سخانة تبقى في الموعد درجة حرارة عالية 39 درجة مئوية على قسنطينة أم البواقي على سطيف 30 درجة مئوية على عين الدفلة 31 درجة مئوية على مشرية نعامة نفس المقياس حتى إذن البيض على جلفة الغواطة تيارت 37 درجة مئوية إذن سجلوها على شلف سعيدة غليزان 30 درجة مئوية على الجزائر على تيبازا كذلك 37 درجة مئوية على منطقة الثورة 44 درجة مئوية على مرتفعة الهوغر وطاسيلي 45 درجة مئوية على ابن عباس وطاب البلاو هذا أكيد تحت أفل حل البحر إن شاء الله ليهموا حل البحر للوجهات تحوه إن شاء الله تكون البحر بإذن الله إذن كما نحن لاحظوا على العموم شباب جميل هذا غضو إن شاء الله أقول البحر رح يكون شباب بامتياز على جولة سواحل وسط الشرقية والغربية سرعة الرياح ليش حتى 20 كم في الساعة إذن إتجاهات الرياح على السواحل الشرقية إن شاء الله رح تكون بإذن الله إذن شمالية شرقية شمالية ما مع سواحل إذن تنس دلس إلى جنوبية بإذن الله غربية على سواحل العوانة جيجي النفس إتجاه على السواحل الغربية مشاهدين الكرام إذن آن ننتقلوا للصورة التي اخترناها لكم لنهار اليوم والمنظر الطبيعي الجميل مشاهدين الكرام اليوم سنختار لكم من بين إحدى المناطق السياحية والجميلة بامتياز اليوم اخترت لكم الكهوف العجيبة بجيجل أكيد منطقة سياحية بامتياز ومنظر طبيعي الجميل يعبر عن جمال إذن العديد من مناظر ببلادنا الجزائر في الختام نقول لكم مشاهدين الكرام البارح إذن الصورة التي اخترناها كانت من بجاية منطقة سياحية وبحر جميل جدا إذن نقول لكم مراني نستنى أكيد المناظر الطبيعية الجميلة المختلفة من كل ولاية وهذا أكيد على الصفحة الخاصة بالقناة صفحة الفيسبوك الخاصة بقناتنا رنسنا أكيد المناظر الجميلة لكم رحين تختاروها أنتم أكيد مشاهدين الكرام نقول لكم إذن مزيد من المعلومات مع لكم غير تزوروا أكيد مواقع القناة وهي دايما في الخدمة فيسبوك إنستغرام ويوتيوب متابعة الشيقة مع بقية برامجنا على قناتكم قناة الوطنية تيفي بقوا على خير هلا فرح تيكم اشتركوا في القناة